تمنع طائرنا من الوصول عبر الأجواء السعودية إلى إسرائيل يجب أن تمنع كل طيران يصل إلى أراضينا ربما أخيرا تحقق أحد الطلابات الحوثيين بمنع السعودية لأي هجمات مستقبلية تشنها إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية ضد أهداف حوثية خصوصا بعد التجاوزات الخطيرة وإطلاق الميليشية الحوثية صواريخا مصيرة طائرة مصيرة وصواريخا موجهة نحو البحرية الأمريكية واختطفها لبعض السفن التجارية المملكة العربية السعودية طلبت من الولايات المتحدة ضبط النفس بخصوص أي هجوم قوي مدمر انتجاه الحوثيين بعد غضب عالم من واشنطن بسبب تهديد الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر وباب المنطبة صحيفة البوليتيكو الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين يقولون أن مسؤولين كبار بإدارة بايدن يتفقون على أن ضرب الحوثيين خطوة خاطئة بالوقت الحالي ولكن من شهتها ضباط عسكري أمريكي اقترحوا ردا أقوى إزاء هجامات الحوثيين في البحر الأحمر وتهديد مستمر للملاحة رأي ذا الحامد أحد المتتبعين لشان العسكري يقول الكل لا يريد استهداف جماعة الحوثي بل حتى الرد عليه يترى لماذا هنا السعودية طلبت من الولايات المتحدة عدم الرد موقف رقم واحد يليه مواقف أخرى تحت التغريض وأدرج خبرا لريترز يقول أن مصدران سعوديان مطلعان قال إن السعودية طلبت من الولايات المتحدة ضبط النفس في الرد على هجمات الحوثيين اليمنيين على سفن في البحر الأحمر في الوقت الذي تسعى فيه الرياضة لاحتواء تداعية هزمة حرب حماس وإسرائيل وضفت المصدر أن الرياض سعيد حتى الآن بالطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع الوضع ولم ترد الحكومة السعودية على الطلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق للصحيفة أيضا البوليتيكو عن مسؤولين أمريكيين تقول إن مسؤولين كبار بإدارة بايدن يتفقون على أن ضرب الحوثيين خطوة خاطئة بالوقت الحالي مع هذه الكلمة الأخيرة لتقديرات القيادة العسكرية في البحر الأحمر والمنطقة وأيضا تابع رائد الحامد بموقف ثالث نقلا على المسؤول في الولستريت جورنال يقول إن واشنطن طلبت من إسرائيل ترك الجيش الأمريكي يرد على الحوثيين بدلا من المخطرة بتوسيع الصراع بمعنى واشنطن تستأدن إسرائيل قبل أن تقدم على أي عمل في الشرق الأوسط والحقيقة يقول أحد الخبراء العسكريين أن السعودية إذا كانت بالفعل قد طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية عدم ضرب الحوثيين في هذه الفترة بالذات فلأنها فترة هدنة بين الجانبين والمملكة العربية السعودية تريد الحفاظ على هذه الأدنة من أجل عدم اتساع الصراع الدائر حاليا في فلسطين وانتقاله إلى باقي المنطقة وهو الأمر الذي ليس في صالح المملكة العربية السعودية ومصالحها ومشاريعها المستقبلية السعودية على موعد مع عام 2030 السنة التي تمثل رؤية المملكة 2030 يعزز نجاح تلك المشاريع لذلك المملكة العربية السعودية ملتزمة بالهدنة ولا تريد للولايات المتحدة أن تكسر تلك الهدنة ولا الأمن والسلام في المنطقة والمملكة قد قامت بمجموعة من المشاريع العملاقة ترجمة نانسي قنقر